أما عن أخبار النادي الأهلي فنبدأها من ساعة الحالية النادي الأهلي بيقوم بتحركات مكسفة جداً عشان يحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد هتقول لها كريم هيخش الموسم الجديد من غير مهاجم أقول لك لا الأهلي خلال ساعات بالكتير أيام قليلة وهيحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد بناء على طالب من مرسل كولر وإصرار من مرسل كولر أنا مش هخش الموسم الجديد وتأكلم ده أكتر من مرة على ساعة مرسل كولر أو بطالب من مرسل كولر لإدارة النادي الأهلي إلا بمهاجم جديد طيب النادي الأهلي بيختار دلوقتي بين ثلاث مهاجمين اسمين دخلوا جداد غير الأسماء اللي بتتقالوا وبتترددوا كان فيه القائمة السابقة والأمور بين الثلاثة قريبة قريبة الأهلي هيحسم المهاجم شوه ده اللي إنت عايز تسمعوه؟ الأهلي هيحسم المهاجم الجديد خلال ساعات وربما خلال أيام قليلة جدا 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 في نفس التوقيت كان فيه كلام عن جون إبوكا أنه يخش ويعوط شوية وأنه لا ياخده أعرام من سيراميكروباترا عشان الأمور تتزبط مرسل كولر استبعت تماما تماما فكرة ضم جون إبوكا وبلغ إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي أنه مش عايز تعايد مع جون إبوكا حتى لو على سبيل الأهرام شانده برضو كان كلام بيتردد كثيرا ماشي لو أنه يدي الأهلي فرضا يعني بنسبة يعني معرفش يجيب مهاجم فمارسل كولر برضو بيفكر في بيرسي تاو بس خب بالك مارسل كولر لو الأهلي كإدارة كورة كإدارة تعاقدات ما جابلوش مهاجم الراجل نفسه هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا عنده مشكلة كبيرة جدا بس الراجل عامل بلان بي بلان بي إيه؟ أنه هيبدأ الموسم ببيرسي تاو مهاجم هيرجع بقى بيرسي تاو مهاجم تاني وريد أسليم يبقى على يمين مثلا وتبقى الأمور مشة كده عشان طبعا يتعرفين أن الكهرباء موقوف ست مباريات ومش هيبدأ الموسم وصرح محسن يعني لسه ما دخلش جوه هذه المنظومة اللي شغالة مع مارسل كولر من الموسم الماضي وبالتالي هو اللي هيكون بديل لبيرسي تاو بيرسي تاو يبقى هو المهاجم الأساسي وهرجع تاني وكرر دي الخطة البديلة البعيدة لكن الأهلي ينوي التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة طيب مارسل كولر أشهد جدا بأداء السنائي الجديد يعتبر يعني كريم ندفد اللي هو بقاله فترة معارض لفوتشر وريدا سليم اللاعب المغربي أفضل لعب مغربي الموسم الماضي مع الجيش الملكي أشهد بيهم جدا في معسكر النمسا وتكلم مع الجهاز المعاون وقال لهم أنه مبسوط بأداء السنائي وقال لهم كمان أنه هم هياخدوا فرصة كبيرة بشكل أساسي مع الفريق في الموسم الجديد كريم ندفد كان عامل موسمين نقعين مع فيوتشر وراجل ريدا سليم ده لاعب حكاية يا جماعة حكاية حكاية يعني مثلا مثلا مين أحسن واحد بيعمل أفرات وقرات عرضية في مصر زيزو هتختلف ولا تتفق أكيد هتتفق أحسن واحد بيعمل عرضيات سواء قرات سبتة أو متحركة أهو ريدا سليم ده في قصة العرضيات شبه جدا زيزو مش أقول لك بقى يا تفوق أولا خلونا نشوف الأول في الملعب يبقى عامل إزاي بس دي نقطة مكتش موجودة عند الأهل بشكل كبير الناس اللي بتعمل عرضيات بدقة ممتازة ريدا سليم عنده الميزة دي بجانب بقى مهارات أخرى في التزديد وفي السرعة وفي حاجات كتيرة جدا يعني وفي المهارات بس ريدا سليم أتصور إن الأهل هيستفيد منه جدا جدا بس عشان يعمل عرضيات محتاج مهاجم مهاجم حقيقي يعني مش مهاجم متأيف مش بيرسي تاو مش محمد شريف لما قبل ما يمشي مش كهربة مهاجم ياخد الكورات العرضية دي دي نقطة مرس الكورة كمان مش بيفكر إنه يعدل كتير في تشكيلة النادي الأهلي اللي أنهى بيها الموسم الماضي في مباراة السورة الأفريكي القاضية أمام التحاد العاصمة الجزائري هيفضل الاستمرار بنفس التشكيل طبعا هيحط حد مكان حمدي فتحي وهيشوف مين المهاجم لو الأهلي كانت تعاقد مع مهاجم فممكن يخش يعني مش هيبعد كتير على التشكيلة مش يعمل ثورة في تشكيلة النادي الأهلي لأنهى بيها الموسم الماضي تحديدا في مباراة السوبر الأفريكي كمان مارس الكورة منح اللاعبين راحة 48 ساعة من تدريبات بعد العودة للقاهرة والفريق هيتضرب بداية من يوم السبت المقبل والفريق أو النادي الأهلي قرر إنه يسافر يوم 12 سبتمبر إلى السعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريكي وممتحد العاصمة يوم 15 من نفس الشهر إن شاء الله يعني إن شاء الله الأهلي يحصد بطولة جديدة ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي